سيد محمود للفترة القادمة بطولات كثيرة وصعبة أهم هذه البطولات أهم هذه الصعوبات قص الشريط في حضور ياني مفينتينيو رئيس الاتحاد الدول وبترس موتسيبة في ملعب بن جمين في دار السلام لا شك حدث كبير جدا خاصة أنه أصبحت بأمانة شديدة تنزانيا بتشهد نهضة كراوية مميزة معندها فريتين يعني كبار يان جافركنز وسيمبا بيعملوا أداء متميز طبعا واحد منهم بلعب في دور الأبطال ومنهم كانوا واحد بلعب نايل الكونفدرالية المسلم مادم التحاد اللعاصمة فأعتقد أنه حدث كبير افتتاح ساعة ستة في حالة يعني عاوز أقول باهجة كبيرة جدا في تنزانيا لمواجهة النادي الأهلي وتصرحاتهم كتير جدا يمكن على ترويج إعلانات تذكر المباريات تذكر المباراة نفذت أعتقد كامل هتشوف ملعب أكثر من رائع يمكن أنا شاف أنه شيء جيد أن المباراة بدل ما كانت تلاتة بيئة ستة فهذا برضو حد ذاته لا شك أنه أفضل رئيس الاتحاد الدولي موجودة يبقى برضو يدي برضو رسائل مهم جدا للتحكيم والحاجات تانية فأعتقد أنه البداية بتبقى بداية مهمة جدا مدربهم البرازيلي أوليفيرا بتكلم كتير عن الآل وأنه تريكم مشارع ابنا وأنه نحن قدر نعمل ونساوه ونكسأ من حق واتكلم والراجل لازم يرفع مع نوات لعبته وحسس طبعا عاوز أقول أنه عندنا دروس من سنبا مع سنبا قبل كده ومحتاج أنك أنت تبرهن على قوتك واتبرهن على وجودك وأنك تأخف على أرضية صلبة تقديم مباراة مميزة أعتقد كلها في حسابات كلها رغم دي الوقت وعودة الدوليين من كل مكان والمصابين واستحب كل الفرقة معاه تمنى التوفيق للناد الأهلي بداية هتبقى مهمة جدا في بطولة وليدة بأنك تعمل البداية وتصل لنصف النهائي وتنتظر الفاز من لقاء سندونز هتبقى شيء جيد جدا مستويات بترتفع كرة أفريقية لم يعد هناك صغيرة أو كبيرة خلاص مستويات الرابط الجهد والعرق والالتزام والتنظيم والتعلم من الأخطاء والهدوء كل دي حيات الموسم صعب على الناد الأهلي السنة دي وعلى لعبته ما بين المستوى الأفريقي ودورة أبطال أفريقيا والدورة الأفريقي وبين المنتخب تصفيات كسعارة وبين أفريقيا وبين المنتخب الأولمبي وبين المسابقات محلية لا شك أنه هتبقى فيه جهد كبير وضغوط كبيرة جدا على الدرب الفني الفريق وإزاي تعمل روتيرشن وتدور وتطلع وتحافظ على نسو أكبر وإزاي تستفيد فأعتقد أنه هيبقى موسم متشابك موسم صعب أتمنى التوفيق فيه لناد الأهلي إن شاء الله بإذن الله تطلع وتطلع 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 وت